السلام عليكم ومحبابكم عن شاهي وممي ميرا ومشاركوا 1 شوى اللهم اشتركوا كامل بت بخير وإلا خير اليوم ما شاء الله نضروا كيف كيف هو السحر بالخبز بالغوز بعد موجودة كيف كيف السحر بالغوز بعد ما نوجد الخبز بعد اللوغز قليلت لكم الوقت إن شاء الله تكونوا سيئته ولنجحتوا بها كما أخبركم في الفيديو التي تحدثت عندي عامين من لدرة لوفين وفي هذه العامين سيدي غوصات ورطيس ثانية كثيرة اليوم سوف أمد لكم كامل العفايس يجب أن نفعلهم و العفايس يجب أن نفعلهم حتى يأخذ لكم الخبز ملاح و لا تفرحوا به نبدأ هنا الغوصات لنا سنفعل لوفين الذي سنفعله به الخبز بعد أن نفعله لوفين وما نفعله؟ نحوه منه ونفعله به الخبز كيف سنفعله؟ نحن نفعله نحن نفعله بشكل عامين هذا البلارة يكون لوفين ووكلناه و الدوبلا في الفوليوم إذا كان في الفريجي يقدر يجب أن نفعله من قبل أن نفعله لكي يقعد في درجة حرارة الغرفة لكي نحاوله هذا البلارة لا يجب أن يكون بارد هذا 25 غرام لوفين مع 50 غرام الفارينة و 50 غرام الماء خلطناهم نفعله في بوكال ودوبلا في الفوليوم هنا سوف نستعمله سوف نحاوله 50 غرام لوفين 100 غرام الماء و 100 غرام الفارينة صح أن هذا البلارة والذي كان يجيني بزاف لذي كنت لا يجب أن يخص شوية فارينة لكي يضروحه شوية ما نفعله؟ نفعله 60 غرام لوفين مع 120 غرام الفارينة و 100 غرام الماء و نفس الشيء لذي نأكله لذي نحاوله لذي نحاوله و نحاوله و نحاوله 25 غرام مع 50 غرام فارينة و 50 غرام الماء لذي نحاوله لذي نحاوله 30 غرام مع 60 غرام و 50 غرام لذي نقص كمتعة العلما نخلطهم كيف كيف و نضعهم و نضعهم في الفريجي در هذا يعني نحن نخليه لذي نحاوله و الأخر سوف يدوب لنا في الفوليوم عبداً يقول لك حتى و بني دوبلي في الفوليوم و القريب يوجد لكي نبدأ لأولاة الخبز لكن أنا لا أعلم عن المعروفة التي دي وستهم شفت بليك دفعاً نبدأ لأولاة ولذي نحاوله نضعهم لذي نحن نتخلق بعد المعروفة بعد المعروفة قريبنا لذي نحن ندوب للاك و نضعنا لذي نحن نضع نضع فيه 1000 غرام إذا نحن نضع أخرى حتى تقوموا 300 غرام إذا اريدوا 13 غرام إذا تناولوا ثلاثة وثلاثة اضعوا 100 g سنقوم بعمل ثلاثة يكون متوسطين في الحجم لدينا كيلو تافارينة قدرت 700 جرام تافارينة تكون بيضة و 300 جرام تافارينة كاملة خلطت 70% تافارينة بيضة و 30% تافارينة كاملة نخلطهم كيف كيف وهنا يبدأ أول خطأ يعني بعد التجارة بتاعي عفزة دي كانت هتخسر لكم قاعدة بات هنا تقدروا ديشت عرفوا لا حتى نشحوا فيها بات ولا لا لا إذا راضيتوا الكوانتية تافارينة هنا الخبز تحكم سواء يجيب بزاف لكي وما لا تقدروا اشتخدموه سواء ما تكيطيبوه يجيكم لك خوت صافة باقعة يجيكم عيانة يتحلوا مجيش بام مجيش شد روحو هنا انا وش ننصحكم ديروا هاداك ديروا الفارينة وترمو عليها نصف يعني نصف كوانتية تافارينة كيلو هدايا نرمي ديراكتما 500 جرام تافارينة هما كان يقول لك جنرال ما نديروا الماء سبعين بالمائة ما إذا قدرتوا ديراكتنا يا 700 جرام كل واحدة والفارينة كيفاش ديرا ستوكي تخلطوا دير فارينة مااش هتخدوه لكم لامام شوز ديروا النصحة بتاع الماء خلطوها مليح ومباداتيك بدأوا تزيدو غرب شوية كيما هنا انا دخلت لي 600 جرام 600 و 650 بدأوا تخلطو بشوية وتعجنوها هكا تليموها حتى وانتشوفوها ولد هاد هاد التكستور كمعكم تشوفو تجي طريقة ما تجيش يابسة ما تجيش طريقة بزاف تجيش طريقة بزاف تجيش طريقة بزاف هكا تبعنا بديك هاي شدها روحة بصح ما راهيش ننبلو طريقة بزاف وانتبدأت نحل هادي هي التكستور بخفت بتاع الخبز بالنسبة لي وانتظر لكم من هنا على الحسب التجربة تاعب واشي يخرج عليها نديرها اقول لكم من وجودها هادي كي تلايم لها كداية نغطيها ونخليها نخليها دوكوتي حتى وين يوجد لي هاداك اللوفان اللوفان هاداك بشي يوجد لي ضرب ما بين 6 سواية حتى 8 سواية سمعنا لاني نخليها هاديك الفارينة مع الماء تريح تانيت من 6 سواية حتى 8 سواية ما يشرح انتو شيها ومعدي تشوفوها راح تزيد تطرة وتولي هاداك الماء كام تشربو وراح لجينها بزاف سهلة في الخدمة انا عندي هادا هادي هي الاستيوس يعني اللي ساعدتني بزاف بحما زيت شراطيت لها كونتيتي تاع الماء في الخبز كي نكملو اللوفان كي يوجد ويدوب لنا في الفوليوم هناك نبدو لدوزية متاب تاعنا تاع الخبز نحكمو لعجينة تاعنا هاديك نرميو عليها اللوفان نحنا هنستعملنا كيلو تاع فارينا نحن نديرو اللوفان ميتين جرام تاع اللوفان 20% تاع اللوفان إذا درتو قاس خبزة واحدة 350 جرام تاع فارينا راكم راح نستعملو سبعين جرام تاع اللوفان وبعد نتوما ديرو الحسابات هادوما نطيت لكم قاس خبزة وقاس كموقت لكم نزوج كبار ولا زوج ولا ثلاثة متوسطين وهنا تانيت نطيتكم ايو ناستوس للناس اللي جديدة في الخبز هادايا ولي راح نسهل عليكم بزاف ووش تديرو كي تزيدو اللوفان هاداك زيدو معه الزيت ف 200 جرام تاع اللوفان نزيدو 30 جرام تاع الزيت زيت زيت نورمال ولا زيت زيتون كما تحبو على حسب الدوقت عكم هادك زيت تراح تساعدكم التانيت بزاف واللابات راح ماشرح اجي هادك يتلساق بزاف وتاعبكم دونك هدي يعني اسوس للناس اللي حيبداوا في الخبز مازالوا جديدة يعني مازالهم جديدة فيه ومالا تولفوا 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 الاجيناة وتولوا ما تساقوش تزيدو هالزيت هالك مهنايا أنا مع الول ساعدتني بزاف دونك اللي حبت ولا اللي حب يقدر يزيد هنايا في اللي طاب هادي اللوفان يزيدو زيت دونك 200 جرام تاع اللوفان مع 30 جرام تاع الزيت عشرة جرام تاع الزيت إذا كانت قاس خبزة وحدة يعني تروس 35 جرام تاع فارينا دونك ليمو هنايا نخلطو هاداك اللوفان مع الفارينات ونجو هاكا نبنسيوها بيان باش تدخل بيان حتى ونعجنوها هكذا بيدينا حتى ون يدخل مناح اللوفان ورماركاتي تانيت دائما العجينات المجاحة اللوفان ونعجنها بيدي على كين عجنها بروبو صحتكم متعوبة لا يقول لكم كلش كلش بالولف تقدروا ديروها في البيتخام لا يجب ديرو لذي تكون حارطة كامل بس هنا لا يجب ان نكسروا اللوفان وبعد ذلك نخليوها تريح حتى 30 مينوط حتى 45 مينوط نغطيوها نخليوها تريح ونجو هنا طرازة بتاعنا تاع الخبز سنزيدو الملح ونزيدو معا شوية تاع الماء بش يدخلنا الملح هاداك انا عندي كيلو فارينة نديرو 2% تاع الملح 20 قرام تاع الملح بانسر الملح حسب الدوك انا نحب الخبز كي دي شوية مالح نديرو 20 قرام نديرو 20 قرام ونزيدو هنا 10 قرام تاع الماء نرميهم معاه ونزيدوها نخلطو كل شكي كي نرميو على الخبز هاداك ونقعدو ندخلو فيه حتى وندخلو كامل هاداك الملح يدخل كامل وكيتوليتم مسو العجينة تاعكم تحسوش هكا بليك الملح ما زال كان في يديكم نجم تولي ليس ونعجنوها منيح هاداك تولي لكم ليس وانتوكا اذا تبعتو كامل كما نعمو هادلا بارتي بجيكم سهلا تعجنوها وتولي ليس ان شاء الله كمان يوريلكم هادا في الفيديو نغطيوها ونخليوها تريح نص ساعة بعد نص ساعة نخليناها تريح انا راح نجوزو هنا شاك ساعة راح نجو نعجنوها ما راح نديرو نحكمو هادا يامل تحت نطلعو هاداك نطلعوها المكسيمم ونجو نحطوها في الوسط نديروها هكا دي 4 كوته تالعجينا 4 فوى نطلعو ونحبطو نطلعو ونحبطو نطلعو ونحبطو هادا تيكنيك اللولى سينو كاين اواد طائق نديرو ندخلو يدينا هكذا ملتحتها نطلعوها ونزيدو نديرو لما مشوز دي 4 كوته هنا حنتوشيو العجيناتا عنا غير 2 فوى هادا ما كان هادا ما كان هنرح نقويو العجيناتا عنا سوف نغطيها ونجعلها تريح ساعة ونعود ونجو بعد ساعة ونجعلها الامام شوز نكرر هذه المرحلة تخوافها لولا ساعة وبعد دوزيام تخوافها تخوافها نضيفها تخوافها تخوافها لن ترى الجينتكم اذا كنت تجعلها بعد تخوافها تخوافها نغطيها نضيفها بابيفين نضيفها بابيفين ونضيفها تخوافها ونجعلها أحتوي ندوب لنا بعد دوزيامنا الوليوم نجو هنا نفرمها نضيفها تخوافها نضيفها قبل تخوافها غيرت لها الملح ونزنتها وقسمتها على 3 ونضيفها في 3 ريسيبيون وإذا نضيفها في ريسيبيون 1 يتم تخوافها تخوافها لكم كامل تحكمها وتقسمها وتقسمها ونضيفها ونضيفها كما تقسمها وتخسرها ونضيفها ونضيفها وأحضرها ونضيفها الدخول عليه الآخر نضام جديد نضام جديد لكن يجد لديه منخبض ولديه الخبز ثم نضع جديد نضامجها ونضعها نضيرها نضد لهم ونقر بدا لأنهم تكتل نحطوها في نبتك العيسي بيون هاك دايا نحطوها في نبتك العيسي بيون هاك دايا الإسانسيال تديرولو ان ترشو يكون فيها الفارينة تحكموا الترشونة تعكم تحطوها هاكا في السورفاس بلات فوق بطع جاي ولا تديرولها الفارينة وتمسحوها هاكا بيديكم مقع باش تدخل بيون ومباداتك تحطوها وتزيدو ترشو عليها غير شوية بس كتكون ابصور باتة ديجا هادك اللولا تحطو عليها شوية متكتروش بزاف الفارينة بس كتكون قدرتين يتيبس لكم نعجينا دونك ديروا هادالتيكنيك تتحطو ترشونا ديروا لها الفارينة عبزو عليها هكا عبزو عليها بيون هذيك الفارينة بعد رفدوها نحيو ذاك الزايد حطوها في طبس ايولا كما نادرتها نايفة عن الخبز هذا البانية على الخبز جايين هادالفوم تبعين لفرمتاع الخبز يتسمى بعدتك نحطوها ديروا لها ترشونا هذيك نرشوها شوية بالفارينة ونحطوه نخبز تعنا نحطوه داخلها نصال شي ولا نغطوه بابي في المولا بس كيف راح يزيد يخمر قبل ما ندخله الفريجيدار نخليه واحد ساعة وزود سوايا عايز يتنفق شوية هكا ببرا وبعدتك ندخله الفريجيدار يكمل يخمر ليلة كمبلي إذا قدرتوه الحشية تسمخ لي وحتاخدوه من ذاك الصباح وإذا قدرتوه الصباح كما قدرتوه الصباح ما طيبوش حتى الليل حتى الثمانية على الليل ولا تساعة الليل باش طيبوه باش يخمر فريمان في الفريجيدار خلوه حتى الثمانية سوايا حتى التساعة سوايا لا يستطيع الوالو لم تقدرتوه اجدوه وطيبوها على يومين ولا ما تخافوش منه لا يستطيع الوالو كيكون في الفريجيدار ومعدتك هنا يا ببان محمرنا في الفريجيدار نجزو الإطابة الأخرى وهي الكويسونة للخبز كيف ندير الكويسونة للخبز هذا يوم؟ بس كما الشيء كما الخبز العادي مقدوش نحطوه جس هكا دي لك في الفرن او راح يجينا الخبز بس حجرة الخبز هذا يجب ان تكون الهميدة في الفرن ماذا نديرو؟ نحن نستعمل الخبز دي لك في الفريجيدار حتى تكونوا راحين طيبو خرجوه بالوحدة حتى يكون هكا بارد يكون شاد روحو وكي تنحوه من غيسيب جواندك ماذا راح يتخسر لكم الخبز ماذا نديرو؟ نحكمه قبل كل شيء قبل من جوحن طيبو نروحو نشعل الفورتا عنا داشت الحرارة ماكسيمم يعني من 200 إذا كالماكسيمم تحى 200 ديروه 250 ديروه 250 دقري نخليو هاي سخون ساعة لازم يكون الفورتا عنا سخون مليح و لازم تكون هادك اللي حنطيبوها فيه عند هاد القدرة هادية لازم تكون الداخل هي تاني تسخون مع الفور دونك القدرة هاي لداخل والفور او شاعل و نخليو هم يسخنوا ساعة كمبلة 250 دراجة نروحو نخرجو الخبزة هاي اللي حنطيبوها من الفور نحطوها هكا في ام بابير كويسان ديروه هكا فتحة في الوسط أنا أعطيت لكم هنا يلا فرم بازيك ماذا نحكمو هادك القدرة هادك تكون تقيلة القدرة لازم تكون تقيلة اللي تدخل الفور بيانسور إذا كانوا عندها هادين طيب بلاستيك نحيوهم لها باش نحطو كاملة الشنس من جهتنا و تكون الفور يكون بيان اميد انا واش ندال نزيد نرميله لغلاسه ونزيد نبشبشو هاكدام الفور بالماء ونغطيوه وندخله للفور ونخليوه هاي طيب بهادك الغطيوه بالغطيوه تاعة هادك هنخليوه 20 مينوت دونك 20 دقيقة ميتين وخمسين دراجه نخليوه هاي طيب ومبعد مر العشرين دقيقة هادك نحلو الفور تعنا ونحولو لغطيوه هادك ونزيد نخليوه في 20 مينوت حد اخرى وتخليوه هاي حمار نازم الخبزة كومي يكون بيان ضوغي باش يقعد بيان كرستي وهي هاكده حت تتكملو ثلاثة حبزات تعكم وهاهو الغيز نلتا تعنا بعد التعب الطويل والصبر الكبير الخبز تعنا يكون يوجد ويجيه هايل يجيه خبز واحده تنسوا كاملا ذاك اللي استعبتوه وذاك السبر اللي استبرتوه لأنه يجب ان تكون هناك دو مفتوه الخبز تعكم تباوه يبرد ويجيه خبزات ويسحق هذه الميتاتوه لكي تطعوه سهل تباوه يجيه خبزات تباوه يبرد ويشرب كامل هذه الميتاتوه لكي تطعوه لا يجب ان تكونوا تشموه هذه الريحة وتشوفوها كيف تصبروه تروح تروح ووصحون نحن نقلقكم بصحتكم واذا سيتو لا تنسوا تقولولي في كومنتر وتبعتولي في انستغرام نشوف كيف يخرج لكم واذا عجبتكم الوصفة ان شاء الله انا رايحة نزيد ندير لكم الضوط وغوصات انا ايداش تبليك عجبتكم لفيديو وعجبتكم لغوصات نزيد نوري لكم الضوط غوصة تاع الخبز بليسي غيال كيفاش تديروه بالبوريج تاع الشوفان كيفاش تديروه كان بزاف نوع تاع الخبز كان بزاف ليقوا وكامل بنان وكامل مختلفين وكامل اللي لازم تسيوهم طوك انا يا مليا غير نقولكم ان شاء الله تكونوا استفدتم الفيديو هذه وان شاء الله تعجبكم ونتلقى ان شاء الله بانتو بوري نوفال غوصات